فإذا أحبائي كيف يكون نبي بلا نبوة هل فكرت في هذا السؤال ثم قال يسوع المسيح من ثمارهم تعرفونهم هل يشتنون من التين حسك والعنب شوك يعني مستحيل يعني الثمر الجيد بيصنع أو الشجرة الجيدة بتصنع ثمر جيد لازم يبين يعني الإرسالية أو النبوة أو الدعوة فيها مصدقية لازم تكون واضحة والمسيح حذر من الأنبياء الكذبة في نجيل متى صحاح 7 وإنه أي نبي بيجي بعد المسيح لازم يمجد المسيح ولا يقلل من أهمية المسيح يعني ما تكونش إرساليته ضد المسيح لأنه كل الأنبياء في العهد القديم وكل الرسل والعهد جديد كلها وان فوكوس كانت على هوية وعلى شخص يسوع المسيح لما بترفض أهم أمور أهم عقائد أهم أساسيات في المسيحية اللي محورها يسوع المسيح على طول أي مسيح في العالم يرفض هذا الشيء فإذا بتكون النبوة كاذبة والدعوة كاذبة أيضا فهو لا يمجد المسيح لكنه يقلل من أهميته موسيقى